موسيقى الفيديرالية البي مهنية لإنتاج الحليب في مالي حاتت المستهلك المغربي على ضرورة إسلاك الحليب ومشتقاته يوميا بغرض التمتع بمنافعه المتعددة دون الاكتراض للإشعات الرائجة على المواقع الاجتماعية حول أضرار الحليب وذلك خلال الندوة الصحفية التي نظمت بالدار البيطاء يوم أمس الأربعاء نظمنا للمستهلكzufين لذي أحسن الآن لنفع أخر البلاح ولدي هذا مكوة المترجم لعourt rättころد ل Vielenくغنا زين. نظمنا بقول لشرح هذا预в الكثير ومنه ي Vergleichني يعمال تلك الحية الإضاف للأس اوليك فى بليت woman للمğimiz تحرار بالتح plaisقة المقه زين الذين خلال حول إصنحت أفناه لس نате أعشخار يتجري كل منه لله قبيلara للهاجة listedين أخص يوش كما يتبع في نحن في المستقبل وليس مجرور جدا هو عقليل تتبع في أنك مجرور من يتبع في نحن بشكل تبع في نحن بحثة وليس مجروري طريق لأنه ما يتبعون من اليوم لا يتبعون ألافظ لا يتبعون أسرع وليس جعلنا جعلنا في نحن مثل الناس من مر Dean Incomptestable ويقاموا عن مكان دلد في مرحلة المرحلة ويقاموا صحيح على ما يترك التجاهي ويقولون أيضا على ما يطلقون الإعوال لفعل الندوة عرفت حضور مجموعة من الأطباء والفلاحين والمختصين في قطاع الحليب الذين قدموا معلومات ونصائح تهم المسالك المغربية إنهم مكونات أساسي للصحة من النهار لنخلقه حتى الأخر يوم الحياة لنا لأنهم مكونات أساسية للصحة لأي واحد فبعد الأحيان من أحد تسميه إنسان للحساسية فهذه طبيعي كيف تكون الحساسية للمواد غدائية أخرى بحل دبل فواكه أو بحل اللحوم أو بحل البيض فنجعلنا من هذه الحالات القليلة لتسميها الحساسية من مشكل كبير أو بأن هذا الحليب أو مشتقل الحليب تعطي أمراض مزمنة فهذا غلط هذا الملتقى كان يقول المغاربة الجميع والناس قال بصفة عامة بأن هذا الحليب اللي يعطيه هذا الأشياء رأى أشياء كاذبة الحليب الصحي وشربه بالصحة والسلامة مرامة فيه لا مرامة فيه غير الصحة والسلامة هذا ومنذ تأسيس الفيدراليا وتوحيد كل من الفيدراليا الوطنية للمربين المنتجين للحليب والفيدراليا الوطنية لصناعة الحليب استطاعت تجميع مجمع الفعالين المهنيين في قطاع الحليب من المنبع إلى خروج المنتجة حيث تهدف الفيدراليا إلى تقوية الكفاء المهنية لجميع الفاعلين في قطاع الحليب الوطنية اشتركوا في القناة